بعد فشل محاولة الثوار كسر الحصار عن حلب واستعادة النظام السيطرة على ضحية الأسد ومعمل الكرتون ومشروع الألف وسبعين شقة ومنيان وجمعية الزهراء والأكاديمية العسكرية ها هو يبدأ بحرب نفسية على الثوار في حلب الشرقية تهديد النظام جاء بحسب ما تدوله ناشطون على مواقع الإنترنت عن طريق إرسال رسائل نصية عدة وبصياغ مختلفة وجاء في إحدى رسائل التهديد نمهلكم 24 ساعة لإخراج الجرح والمرضى وأنتم إذا أردتم وتأتي هذه المهلة التي أعلن عنها النظام بالتزامن مع حشود عسكرية يجهزها النظام بعد وصول حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزينيستوف إلى ميناء طرطوس وبدئها بالمناورات العسكرية في ظل توقع مسؤولين أمريكيين أن تقوم روسيا بشن هجوم استراتيجي واسع في سوريا تشارك فيه الطائرة التي تحملها الأميرال كوزينيستوف خطوة النظام الأخيرة جاءت بحسب مراقبين بتجيع من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أكد فيها أن سياسته الخارجية اتجاه السوريا ستعتمد على مهادنة نظام الأسد لمصلحة القضاء على تنظيم الدولة وتجنب مواجهة روسيا في سوريا كما ألمح ترامب إلى أنه قد يتخلى عن برنامج سري تديره وكالة الاستخبارات الأمريكية لدعم فصائل سورية معارضة في جنوب تركيا والأردن لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يطلب فيها اللظام خروج الثوار من أحياء شرق حلب لكنه يقابل في كل مرة برفض المغادرة والتواعد بالقتال دفاعا عن الأحياء وهو ما أكده قادة في جيش الفتح والذين شددوا على أن مقاتليهم لن يتركوا المحاصرين في الأحياء الشرقية وحدهم في مواجهة النظام والميليشيا الداعم لها داعين الثوار للتحضير لجولة جديدة من المعارك